في الأستوديو ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي السيد عزة مصطفى أهلاً ومرحباً بك إلى هذه المساحة من الحوار تحدثنا أنا وأنت في برامجنا السابقة بأن الشرعية تفتقد إلى الرؤية الآن هناك هيئة للمصالحة ورأيت البيان رغم التباينات الموجودة في طرف الشرعية هل تتوقع بأن الأطراف مستعدة الآن للمصالحة؟ مسأل خير لك وللمشاهدين طبعاً الآن هذه خطوة مهمة ثلاثة الوثائق الصادرة عن هيئة التشاور أو المصالحة أهمها طبعاً الرؤية فيما يتعلق بالسلام الشامل وبالفعل في أحد البرامج معك كنا نتحدث عن أن الشرع الحوثيون يعرفون ماذا يريدون من السلام لكن الشرعية لا تعرف إلى الآن ماذا تريد من السلام كل طرف أيضاً لديه أهداف أو فكرة في ذهنه عن السلام من أطراف الشرعية لكن الآن طبعاً هناك ورقة متعلقة بالسلام مع الحوثيين ملزمة للجميع وأعتقد أن هذه خطوة مهمة للوصول إلى السلام مع الحوثيين إن أرادت الميليشي الحوثية وإيران طبعاً وأنا أعرف أنها لا تريد لكن على الأقل حتى تضع العالم وتضع الجهود الأممية والوساطات والمبعوثين سواء الأمريكي أو السويدي أو غيرهم أمام الحقائق طالما هناك طرف دائماً يقدم اشتراطات وطرف فقط يستجيب للضغوط الذي كان الشرعية الآن الأمور مختلفة طرف الشرعي وهذا طبعاً سيستدعي تشكيل وفد مفاوض جديد غير الذي كانت قدر يعني بعد هذه الخطوة بالتأكيد كل الوثائق تقول ذلك أيضاً خطاب الأستاذ محمد الغيثي رئيس تشير إلى أن هناك وفد تفاوضي جديد سيكون ملبي هذه الرؤية التي صدرت عن هيئة التشاور وأنا عرفنا هيئة التشاور تضم كل الحلفاء داخل مجلس القيادة الرئاسي وفي الشرعية سيد عزاتي كما تحدثنا بأن الفجوة أصبحت بين القاعدة الجماهرية والقيادة أو عدم الثقة الآن بخصوص الاتفاقات مرت علينا اتفاقات ولم تنظي الأطراف في تنفيذها من اتفاق الرياض مؤخراً وغيرها من الاتفاقات هل ترى بأن الأطراف الآن وصلت إلى حالة من النضج أو اليقين والقرار بأن تتم هذه المصالحة ولصالحها طبعاً هل ترى بأنها وصلت إلى هذه المرحلة وهل الظروف مهيئة؟ طبعاً أنا أولاً لدي تعليق حول موضوع الخلافة داخل مجلس القيادة الرئاسي أو داخل مكونات الشرعية أولاً الخلافة هذه ليست موجودة بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي أو بعد انتقال السلطة لا هذه الموجودة كانت من السابق جاء أعلان السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي لجمع هذه الأطراف على طاولة واحدة وهي أطراف كانت متفقة ومختلفة متفقة حول المشروع الرئيسي والهدف الرئيسي وهو مواجهة الميليشي الحوتية وكلهم قدمت تضحيات في هذا الإطار ومختلفة فيما يتعلق بشكل الدولة شكل المشهد السياسي بعد الانتصار على الحوتي نقول الحقوق السياسية لكل الأطراف الحقوق السياسية بما فيها شكل الدولة بما فيها قضايا كثيرة تمام أيضا ربما الأدوار التي يمكن أن يلعبها كل الفرقاء السياسيين الذين هم في خندق مواجهة الحوتي هذه الخلافات موجودة من قبل فأنا أعتقد أن التضخيم منها واعتبارها وكأنها وليدة اللحظة هناك شغل إعلامي لتوتير المجلس لإعاقته من الوصول إلى التفاهمات وهذا بيخدم الحوثي طبعا بيخدم الحوثي بالتأكيد لكن المفروض الذي نشاهده من خلافات هو أمر طبيعي وهو موجود وأنشأ مجلس القيادة الرئاسي لكي يجلس الناس على طاولة واحدة ويوصلوا إلى تفاهمات كما حدث في هيئة التشاور والمصالحة لكن تضخيم الخلافات على أن أعتبار هناك توتر سياسي هناك مقاطعة بعضهم البعض داخل المجلس أعتقد أنه غير صحيح هناك آلة علامية أخرى غير مستفيدة طب ما الذي ينقص الطرف الشرعية من اتخاذ قرارات صارمة ما الذي ينقص الشرعية بأن تناور بأوراق ضغط قوية أمام مجلس الأمن ولا تقدم هذه التنازلات كما قلت أنت شوف الآن فيما يتعلق بالورقة التي هناك ثلاثة أوراق مهمة أولا لائحة هي التشاور والمصالحة وأعتقد هذا أيضا سيعجل ويسرع من دورها فيما يتعلق باعتبارها هيئة أقرب إلى أنها هيئة تشريعية الآن أصبحت ولدينا وثيقة الرؤية فيما يتعلق بالسلامة على الحوثيين والمصالحة مع بقية الأطراف هناك ورقة أيضا صدرت وأعتقد أنها ستتشكل عنها لجان أيضا للتقارب وتوحد الرؤى الآن بعد عشر أشهر من تشكيل اللجنة أعتقد بعد صدر الوثاق هذه الأمور ستسير بشكل أسرع عما كانت فيما يتعلق بالمجتمع الدولي الآن لدينا الطرف الشرعي ملتزم بمحددات أولا أن المشاورات أو السلام مع الحوثيين هو بين الشرعية والانقلاب لا يمكن اعتبار أنه بين الأطراف أخرى وهذا قضية محسومة كانت الشرعية في السابق قبل الانتقال السلطة غافلة عنه عن الجزئية هذه لكن العالم يتعامل ببرؤية غير الآن يتعامل مع الحوثيين كطرف أيا كان يتعامل تمام العالم يتعامل مع الحوثي كامل واقع الآن سيتعامل معك على اعتبار أنه أمر أكثر واقعية لأنك ملتزم بوثيقة أنت كمفاوض لا يمكن أن تتعداها ليس من صلاحياتك أن تتعداها وبالتالي على الحوثي أن يأتي إلى طاولة السلام وفق هذه الورقة وهذه الرؤية التي أنت وضعتها أو أنه يرفض كما هي عادته من الحضور إلى طاولة السلام والأمور تنظر إذا قلنا أنها بعد عشر أشهر من عمل لجنة من حيئة التشاول المصالحة صدرت هذه الوثائق لجنة ظلت تشتغل هناك أيضا لجنة أخرى لجنة الأمنية والعسكرية وشكلت في مارس منذ تسعة أشهر نتوقع أنها لديها نتائج ربما في لحظة نحتاجها ستخرج وتعمل مؤتمر لإعلان هذه النتائج أمر آخر أنه تقديم ومهم جدا هو تقديم الملف الترتيبات الأمنية والعسكرية على الترتيبات السياسية فيما يتعلق بالمفاوضة مع الحوثيين وهذه ورقة كانت أيضا الحوثيون يرفضوها منذ 2016 حتى عندما جمع الولد الشيخ قدم رؤيته للحل الشامل وكانت الشرعية قد وقعت عليها في مشاورات الكويت ورفضها الحوثيون كان الرفض مبني على أساس أن الترتيبات وأيضا حتى من أيام جمال بن عمر كانوا يرفضوا الحديث عن ترتيبات عسكرية قبل ترتيبات السياسية هم يريدوا إنهاء الوضع القانوني للشرعية ويفرضون أمرا واقعا وينقلبوا عليه ويفرضوا أمرا واقعا لكن عندما تقول الرؤية أن الترتيبات العسكرية والأمنية كبمانة قبل الترتيبات السياسية هذا أمر ملزم خصوصا ما سمعنا كما تحدث الغيث في كلمته بأنه وشدد على هزيمة المشروع الإيراني المتمثل في الحوثيين فهذه يراها مراقبنا بأنها نغمة تدل على تصدير الحسم العسكري لم يكن هناك حل سياسي أوجه لك تحية وشكر على حضورك أستاذ عزة مصطفى شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر